مائم ماء مياه الماء عند المصري القديم يسمى ميه ودي كتبته في البرتربوخ درجيبش شبراخه الجزء الثاني صفحة 36 الهامش 3 كما يطلق عليه ايضا مو ودي كتبته موجود في البرتربوخ درجيبش شبراخه الجزء الثاني صفحة 50 في الهامش 10 وفي حياته اعمال 125 وهو في العربية ماء ومياه وهو في العبرية مايم في التونجي 286 فاذا اسقطنا اسوات الحركة من كل الكلمات المصرية والعربية والعبرية للحصول على الجزول المجردة لو وجدناها ميم في الجميع مع تضعيف ميم في العبرية مما يفيد مبدئيا امكانية كونهم جميع المتحدة الاصر وعليه يمكن تفسير الاشتقاق وفقا للقوانين الصوتية وقواعد الابدال بسهولة فماء العربية هي ميه في المصرية القديمة بعد حدوث ابدال للصوت الحركي اللي هو الياء الالث ثم تضعيفه الهمزة وكذلك مياه العربية من ميه المصرية من ميه المصرية من ميه المصرية بعد زيادة الف متحركة وصوت شبه حركة هو الهاء وكذلك ميم العبرية والحروف ميم هي ميه المصرية بعد تضعيف الميم بها وحدوث قلب مكاني لها لتأتي بنهاية الكلمة مع فتح الميم الاولى نطقا والذي يمكن ترجمته ادليا بزيادة متحرك هو الالث من شعر ابي نواس اني هويت حبيبا لست اذكره الا تبادر ماء العين ينسكده ومن شعر سبت ابن التعويزي والبحر لو مزكت به اخلاقه عادت مياه البحر غير اجون ومن سفر الامثال اه خمسة عشرين واحد وعشرين ان جاع عدوك فطعمه خبزا وان عاطش فسقه ماء امرعاف سناخا هاخلو لحم بانت سمع هشقهو ميم اشتركوا في القناة